اشتركوا في القناة تستدعي فيه السفيرة المغربية في بيرلين وفيه نقطة مهمة بزاف والتي تكشف على السبب قطع آليات التواصل مع ألمانيا مبيل المغرب وألمانيا فيه لا تدل محاور التي هي أساسية بزاف والتي هي مهمة بزاف وكذلك تعتبر بالخطيرة حسب قول وزارة الخارجية المغربية في ذات البلاء والخبر الثاني أننا سنذهب إلى واحدة الجمعية هذا الخبر يهم الجالية المقيمة في إسبانيا وهنا واحدة الجمعية ديال المستهلكين كتسمى جمعية المستهلكين اللي كالطالب وزارة الصحة يعني بأنها ما تخليش القناع إجباري الماسكرية ما تخليهاش إجبارية في الفضاء الخارجي وأعطاهم مبريلات وأسباب اللي كيدا دفعوا بها على هذا الأمر هذا بأن القناع والماسكرية ما تكونش إجبارية في الفضاء الخارجي أخيرا الإخوان سننظروا على الحالة الوبائية في إسبانيا سنرى الحدود المتراكم اللي غادي في انخفاض يعني ملموس يوميا ينخفض وسنرى كذلك بعض المناطق اللي فيها الحالات مرتفعة ولا فيها الحالات منخفضة كذلك في إسبانيا ونبدأوا على بركة الله وأول خبر وهو كيكا تشوفوا في الصورة بلاغ صدر من وزارة الخارجية المغربية بالعنوان التالي المملكة المغربية تقرر استدعاء سافيرة جلالة الملك ببرلين للتشاور كما عقلتوا الإخوان هذه واحد المدة ليست بالطويلة المغرب قرر يقطع جميع آليات التواصل مع ألمانيا وكان يعني بزاف دي التساؤلات وممكانش واضح علاش قال بإن أمور خاصة به فهنا في هذا البلاغ يعني اللي من خلاله كي يعلن على استدعاء السفيرة المغربية من برلين بشترجع للتشاور في المغرب أعطى ثلاثة دي المحاور اللي هي الأساسية في خلق يعني هاد النزاعات ما بين المغرب وإسبانيا أو ألمانيا كان أعتذر كثرة ما كان أدرعوا على إسبانيا فبعاية الحال ما بين المغرب وألمانيا أول محور وشنو قال فيه سجلت ألمانيا موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية إجاء هذا الموقف العذائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسير له لحد الآن ألمانيا وبالزرر ديال الدول يعني كان عندهم المغرب بحلّة في واحد الموقع ديال ضعف مجرد ما حضا بالاعتراف ديال دولة قوية مثل أمريكا مغربية الصحراء بحلّة كان نقوله الحقد انتع بعض الدول بحلّة الكراهية انتع بعض الدول وهنا المغرب بغى يفرد السيطرة دياله ويتاخد موقف مع هالدول هذي لنميمكنش إحنا أصدقاء 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 ونهارك نجيو لمصلحة ديالي أنا يكون بناتنا العداء المصلحة ديالك مشي مشكلة ولكن فاش كتجي لمصلحة ديالي أنا كتعاديني وما كتبغيش تلك الأمر هذك اللي عندي فيه المصلحة أنا فهذا هو الأمر اللي خلّى المغرب يتاخد يعني أول حاجة هي هذي واللي اعتبرها بالخطيرة جدا وخلّى المغرب يتاخذ إجراءات مع ألمانيا هذا المحور الأول يعني التساؤل بالنسبة للمغرب في هذه المسألة هذي هو علاش هذي التصرف علاش هذي التصرف من بعد ما أمريكا قررت تعتارف بمغربية السحراء مدام ألمانيا ما تعتارف بمغربية السحراء هذا كمشكل ديالها ولكن هش كتدخل في أمور اللي ما خاصه هاش نتع دولة أخرى دولة في الحجم ديال أمريكا واندوزوا لمحور تاني وهنا هذر وبالمية لتعمل سلطات الألمانية بتواطئ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية ولا سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيراتها الألمانية وهذا أمر أكثر خطورة بالنسبة لي هذا أمر أكثر خطورة كيفاش واحد دولة تتعاون معك أمنيا مع واحد الإنسان اللي هو مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية وجي الدولة الألمانية وتكشف على معلومات حساسة قدمتها الدولة المغربية قد تكون معلومات استخبارية قد تكون يعني إلا كنتو قد طلبوا بالتعاون الأمني يعني كيفاش تقدر يعني تغامر بهذه المعلومات هذي اللي قدمتها لكو حد دولة في الإطار ديالتعاون الأمني يعني وأوروبا يعني أول شريك لها في التعاون الأمني والمغرب وألمانيا واحد دولة بالحجم ديالألمانيا في الاتحاد الأوروبي تجي ديرها التصرفات هذه يعني بالفعل لها التصرفات اللي هي مشينة بزاف وبنسبة تل قدر نتع دولة ديالألمانيا يعني بزافة شي هذا باش يكون يعني واحد الكشف عن معلومات اللي هي حساسة اللي قدمتها دولة المغربية لدولة الألمانية في إطار تعاون الأمني وتكشف عليها بهذه الطريقة هذه رأى صراحة رأى أمر خاطر وخاطر بزاف ونشوفوا المحور الثالث وبالإضافة إلى ذلك هناك محاربة مستمرة ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف كتلك التي عقدت في بيرلين كما عرفتو المغرب في الملف ديال ليبي بالأخص في الملف ديال ليبيا كان عنده واحد الضوء فعال بزاف والديبلوماسية المغربية كان عندها واحد الضوء فعال بزاف وباش يعني يكون واحد الاجتماع من حجم ديال. هذا اللي كان في بيرلين ومع أن ألمانيا عرفة الدور ديال المغرب في هذا الميل في الليبي ويتم المنع دياله من الحضور ولا منعه من المشاركة في هذا الأمر هذا هذا بحداته يخلي المغرب يأخذ موقف وبطبيعة الحال يعني من بينته هو الأسباب اللي يخلي المغرب يأخذ موقف من دولة الألمانية وكي يجي هاتشي كامل وكي يتسبب في استدعاء حالياً كي تسبب في استدعاء سفيرة ديال صاحب جلالة لدى بيرلين للتشاور هذا هو ما ثلاثة ديال المحاور لأنه كانوا بزادي الإخوان معرفوش شنو وقع بالضبط معرفوش المغرب علاش خدا هاد القرار هاد في اللول قالوا تهوور كين لقل تهوور كين لقل ولكن كان أمور اللي خطيرة بزاف هاتشي علاش إنسان مخصوش يتكلم قبل ما يعرف شنو واقع مخصوش يحكم قبل ما يعرف شنو واقع كان سيادة ديال الدولة كان بزادي الأمور اللي كانت تقاس وتكون الدولة هذي قداش بغي كل حجم ديالها كان عقل توركيا كان يعني سابقا كان السادة ديالها ما كيت تسمعش في العالم تولا كيت تضرب لها ألف حساب ما جاتش من فراغ داك الأمور هذي يعني تفكروا توركيا كيفاش كانت يعني سابقا وكيفاش راهدابة كيفاش ناس يعني دول أوروبية والتي كتدير قيمة توركيا وكنضن أن المغرب غادي على نفس المصار غادي على نفس المصار فما علينا إلا انتمنى وتوفيق للدولة المغربية فهذا المصار اللي غادي عليه هادشي اللي غادي نقول للإخوان فعلا يعني بزادي الأمور للجالية المغربية المقيمة في ألمانيا وللجالية المغربية المقيمة في إسبانيا ولا تشي كامل كين ضرر ماشي ما كينش ضرر ولكن المغرب كي يحاول يكسب قيمة في المجتمع الدولي يعني درجة بدرجة المغرب غادي درجة بدرجة باش يكسب قيمة في المجتمع الدولي للطولة دياله والسيادة دياله هذا هو الأمر الواضح الإخوان وندوزوا الخبر الثاني ديالنا وهنا قد ندره على الجمعية المستهلكين تطالب وزارة الصحة بعدم إجبار المواطنين على ارتداء القناع والكمامة في الأماكن في الفضاء الخارجي شنو هي الأمور اللي ركزت عليها هاد الجمعية ديال المستهلكين واللي تقدمت بها بهالطلب الوزارة الصحة وبتداء على أساس بتداء من يوم سعود مي يعني مع نهاية حالة الإنظار ما بقيش يجبره المواطنين على ارتداء الكمامة في الفضاء الخارجي أول شيء قالوا لهم بأن حاليا الوباء عرفتوا كيفاش تعملوا معاه والسيطرة عليه أفضل من السنة الماضية والطريقة ديالتتعامل الوباء وكذلك تعرفتوا على الوباء وتعرفتوا على كيفاش كيعدين الناس فتبت بأن في الفضاء الخارجي إلما كانش يعني الإنسان قادر يخلي مسافة تباعد مع الناس يعني الكمامة يعني زيدة ناقصة فهنا الجمعية ديال المستهلكين شنو قالت باش بررسة الأمر هذا بررس أن الكمامة كتسبب أمراض كتسبب صعوبة في تنفس الإنسان كترهق الإنسان فإلاك الإنسان غدي يكون غدي في واحد المنطقة اللي ما فيهاش ازدحام وهاتش باش بدات الكمامة في اللول أصلا الإخوان نهار بدات الكمامة في إسبانيا بدات إجبارية في اللول في الأماكن اللي ما يمكن لكش تخلي فيها واحد المسافة تباعد جوج الأمطار وإلاك انت بوحدك في الفضاء الخارجي يمكن لك تحيد الكمامة تلقيناها في واحد الوقيتها إجبارية أولاة الشرطة تتلقاك في واحد المنطقة في واحد البركين اللي انت بوحدك يمكن تشملها ويقفوا عليه ويقول لك عجب مديج الكمامة عندك مولطا ديال المياد الأورو فهذا الشي علاج تخلص هذه الجمعية هذه وتحاول تقنع وزارة الصحة بأن هذا الأمر هذا هو هراء يعني أنني واقف بوحدي في واحد المنطقة اللي في هذه الأشجار وفي هذه الطبيعة وما ديالش الكمامة ويجي عندي واحد شرطة يعطيني واحد الغرامة ديال 100 أورو يعني معندها حتى شي معنا فعلا إذا جاء قرب لي الشرطة خاسني ندير الكمامة الكمامة غدا تكون معايا وغذي نكون هزها إلا شرطة كي قرب ليا بيجي يتحقق من الهوية ديالي ندير الكمامة ولكن في الحالة هذه ما الشي ما عندوش لحق أنه يفرض علي أنني نخلص غرامة ديال 100 أورو إنني ممكن شمرت هذه الكمامة من قبل هذا هو الطلب ديالة الجمعية هذه وبغاية الأمر هذا يتحقق بسداء من تسعود مي وغادي نشوفوا التفاصيل عليه إن شاء الله وغادي نوفيكم بآخر الأخبار على هذا الأمر هذا وأخيرا الإخوان غادي نظروا على الحالة الوبائية في إسبانيا نشوفوا الحدوث المتراكم في آخر 24 ساعة كذلك وغادي نشوفوا بعض المناطق في إسبانيا اللي مرتفعين فيها الحالات وبعض المناطق أخرى اللي من خافضة وما زالها بستقرة في الانخفاض ديالها أول شيء الحدوث المتراكم غادي في واحد في واحد الواتيرة اللي هي إيجابية بزاف الحمد لله كانت يعني الارتفاع كان الارتفاع كان في مية وشي حاجة وبقى مية وثلاثين تقريبا وصلها وارجع بدك يطلع 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 تقرب يوصل لميتين واربعين تقريبا وصل لميتين واربعين ومتمك بداع وثاني في الانخفاض وهذا ما يدل على أن الحالة الوبائية يعني بدأوا يتحكموا فيها في إسبانيا وهذا المؤشر هذا هو مهم بزاف أتشعج كنظر عليه دائما ما كان ننظرش على عدد الحالات اللي تسجلت كل نهار ولكن كنظر على هذا المؤشر هذا لأنه فعلا هو المؤشر اللي يقول لك يتخذ بعين الاعتبار حاليا بأنه به كتتقاس واش الدولة في حالة خطر ولا ماشي في حالة خطر يعني فاش كتوصل الدولة ميتين وخمسين حالة على كل مية ألف نسمة هنا في الحالة هذه كتكون دخلت في حالة الخطر وفاش كتنزل على خمسة وعشرين حالة على خمسين حالة على كل مية ألف نسمة هناك نقولوا بأنها بدأت كتدخل في الحياة الطبيعية وبالنسبة للحدود المتراكم كان البارح كما قلت لكم ميتين واربعتاش حالة على كل مية ألف نسمة وهبط بواحد سرعة الميتين وخمسة يعني كنظروا تقريبا على ما يفوق تسعود ديال النقط اللي هبطها من البارح اليوم كذلك قد نظروا على المناطق اللي ما زال فيها الحالات مرتفعة بزاف وكذلك نظروا على المناطق اللي ما زالها محتفظة على الحالة العادية ديالها أول شيء قد نظروا على بايز باسكو هو اللي مرتفع بزاف وواصل حاليا ربعمية وثمانية وسبعين حالة فاصلة سبعة وعشرين يعني أكتر عدد مسجل في بايز باسكو كان كذلك مادريد بميتين وثوعة وعشرين فاصلة تناش الحالة كان مليليا بميتين وسبعة وعشرين فاصلة ثلاثة ديال الحالات كان نبرة تلتمية وثلاثة فاصلة سبعة وستين حالة كان هذو هما الكوموني ديس اللي مرتفعين بزاف قد نشوفوا دابا اللي منخفضين باقي الحد الآن المخوري سداتوس والمخور سيطواشيون هي الكوموني داد بلينسيانا بتنين وربعين فاصلة واحد ديال الحالات على كل ميس ألف نسمة كان مورها بالياريس بواحد وستين فاصلة تسعود وعشرين على كل ميس ألف نسمة كان مورها مورسيا بواحد وسبعين فاصلة ستوستين على كل ميس ألف نسمة وغاليسيا خمسة وتسعين فاصلة واحد وثلاثين وأخيرا كاناريس ستة وتسعين حالة على كل ميس ألف نسمة وهذو هما اللي مسجلين أقل من ميات حالة أقل من ميات حالة هما كما قلت لكم بالينسيا بالياريس مرسيا غاليسيا وكاناريس هذو هما الأخبار دينا اليوم الإخوان نتمنى يكونوا لقوكم وانتما بيخيروا على خير وفي أحسن الأحوال ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر وموضع أخر وتكونوا دائما في أحسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم